تابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات خطيرة واتهامات متبادلة بين رئيس كتلة اتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ومحمد عبو الرئيس السابق للتيارة الديمقراطي والوزير السابق في حكومة اليسل فخفخ مواجهة بالتصريحات وتبدل الاتهامات وللمرة الثالثة على التوالي محمد عبو يهاجم سيف الدين مخلوف واتهمه بأنه عنده ارتباطات خارجية مشبوهة ومعاملة مالية مع أنظمة أجنبية وبأنه عنده قاعدة مشبوهة في الخارج سيف الدين مخلوف رجع على هذه التصريحات الخطيرة جدا اللي فيها اتهام بالخيانة العظمى واللي عقوبتها تصل إلى الأعدام وقال سيف الدين مخلوف في تدوينة نارية موجهة إلى محمد عبو قالوا الشيء الذي بقي من محمد عبو الذي أعرفه اتهمني للمرة الثالثة بأنه عندي ارتباطات خارجية مشبوهة معاملة مالية مع أنظمة أجنبية وعندي قاعدة مشبوهة في الخارج يعبوا سابقا والعبور حاليا نسبة إلى عابير موسي ويعني في إشارة إلى استفافه مع عابير موسي وقالوا كان عندك ذرة شرف وعندك ربع دليل لازمك تفضحني وادعاه إلى كشف كل الملفات اللي عنده هذا يرجع إلى الصراع بين كتلة اتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي واتهم كتلة الكتلة الديمقراطية بالمساندة مساندة عابير موسي وكتلة الدستوري الحرب من قبل كتلة اتلاف الكرامة وفما صراع كبير برشا على مداء الأشهر الماضية ومنذ انتخابت 2019 واتساتش